لو أنا في الطفل مثلا سنه لغاية مثلا عدل السنتين أو عدل السنتين ونص وبدأت أكله لحوم أسماك صعبة شوية في الهضم دي مش صح يعني أخرنا مثلا بنأكله مثلا فيليمشوي لكن لو أنا بدأت أكله مثلا اللحوم زي السردين والسلمون واللحوم اللي هي الصعبة شوية ده بيعمله مشاكل قدام مشاكل في المعدة كمان يعني ما يفعش أكله السمك بدري كده أخرنا مثلا بنقول فيليمamy صحوي ممكن مثلا لحمة البولتين وده بطداء من سن كم ممكن من أول سنتين ونص عادي ولو الطفل بيأكل قبل كده ودي ناله الفليه وبدأ أنه هو يأكله سنينه كويسة مفيش مشكلة لكن طفله هو صغير أنه يخلي البروتين بتاعه يعتمد على أسماك فقط ده غلط لأن أساسا هو العضلات بتاعته بتبقى في مرحلة تكوين مهمة أوي يعني احنا بنقول لو الإنسان الطبيعي بعد 20 سنة المفروض بيأخذ 1 جرام لكل كيلو من وزنه في البروتين بنقول للطفل يأخذ من 2 إلى 2.5 خصوصا لو طفل أنا معاود أنه بيالعب رياضة أو حاجة طبعا نسبة البروتين اللي موجودة في السمج مش هتبقى كافية للطفل في السنة يبقى عنده احتياج أكتر